وللحديث أكثر عن انتخابات مجالس المحافظات والتي شهدت العديد من الأخفاقات ومقاطعة شعبية كبيرة ينضم إلينا عبر سكايب من بغداد أستاذ العلوم السياسي الدكتور قحطان الخفاجي مساء الخير الدكتور مساء الخيرات وبركات عليك وعلى قناة المشاهدين الكرام أهلا بكم دكتور مسؤولون في مفوضية الانتخابات وكذلك منظمات حقوقية يؤكدون أن الأقبال على التصويت وكما شهدنا بالفيديوات ومن خلال القنوات العالمية أنه لم يتجاوز الـ 25% بالتزام مع مشكلات تقنية وانتهاكات كيف وصل الأقبال بحسب مفوضية الانتخابات إلى هذه النسبة المعلنة؟ هذا أمر متوقع بالتأكيد من العملية السياسية من شكل عام ومن رموزها ومن المفوضية التي وضعها الفاسدون دائما الكذب هو سيد الموقف والتزوير هو سيد الموقف والتحايل على الناس دائما هي السبل الأساسية في طروحاتهم الشارع الكل يؤكد على أن هذه الانتخابات قاطعها معظم أبناء الشعب والشهود العيان في مناطق كبيرة حسب مثال الثورة من منطقة العبيدي وحتى الرشاد وصلنا إلى ديالة خانماني سعد لم تشترك أساسا نهائيا في الانتخابات وباقي الناطق فارغة ولكن هي معروف جدا أن يكون الكذب سيد الموقف والأقوال تصيرها أجهات المعنية الانتخابات التي تبدو الانتخابات مقبولة شعبين وواقع هي مرفوضة شعبين أيضا عزوف الناخبين حتى في المحافظات التي تعد هي أصلا معاقل للميليشيات خاصة وباقي المحافظات الأخرى هل هو تكاسل من قبل المواطنين أم المواطن العراقي أراد أن يثبت أنه رافض سياسيا لهذه الانتخابات بعد أصلا ما تم رفضها من قبل ثوار تشرين وتم إلغاءها ووعيدت فبالتالي هذا الرفض إلى ما يؤشر يعني بالتأكيد يؤشر إلى عدم مبالاة تجهات رسمية عن مطالب الشعب فعلا هي إرادة عراقية عامة لرفض العملية السياسية وآلياتها وأدواتها والانتخابات بين تلك الأدوات التي تكرر فاسدين الشعب خرج عن بكرة به يقول لا للانتخابات لا للعملية السياسية ولكن بالتأكيد يذهب عملية للانتخابات هم المنتفعين أو هم الذين منتفعون أو الذين غرر بهم أو الذين اشتريت أصواتهم أو أتباع الأحزاب المذهبية الطائفية التابعة إلى قوة خارجية ثم الصراعات البينية الشخصية مع المتنفذين في العملية السياسية جرت استوى البعض من الصدد إليهم وهذا كله لا يشكل فيه تقديراتنا كمتابعين نسبة لا تتزاوز العشرة في المئة في أحسن الأحوال إلا اللهم الجيش أجبر على التصويت وسمعنا كيف الأوامر تخرج وتظهر على أن الأجبار في التصويت والذي لا يشارك سفر الحاسب العسكر المجبر على التزام أمام المواطن قاطع الانتخابات بشكل صدقني بعض المراكز كانت الشرطة والعاملين على الانتخابات خارج القاعات خارج بناية المكرس يدخلون السقائر ويكرزون الحب لا يوجد أي مواطن راجع لحتى ساعات متأخرة من الوقت إذن من أي جاءت هاي أرقام جاءت من مخيلتهم ومن كذبهم ومن دجليهم هنا أيضا إلى أي مدى ترى أن هذه المقاطعة الشعبية التي شهدتها الانتخابات هي نتاج عمل وجه الثوار تشرين في توعية الشارع العراقي بضرورة إسقاط سلطة الأحزاب والمئنشياتها وليس فقط انتخابات مجالس المحافظات بالتأكيد هي أحدى نتائج العمل الكبير العظيم الذي أثبت الشباب العراقي عندما رفض عملية سياسية بثورة عملاقة حضارية سنمية رائعة ويثورة تشرين التي أكيدا كانت نتاج إلى قناعة عامة عراقية على فشل وعلى أن هذه العملية السياسية التي أوصلت العراق أن يكون أسوأ بلد بالعالم وبالتالي لا شبيل للخلاص أو للتغيير العراق وخلاص العراق إلا بالتغيير العملية السياسية هذه المجامع استطاعت أن تشتري بعض الذمم من بعض الذين ظهروا في الساحات التشرينية وأنزلوا قوي العملية السياسية اشترت بعض الشخوص الذين هم أساساً رخصين نفس وغير عزيزين نفس وأيضاً التصائل تابعة لها وشخوص تابعة لها لها وكلها نقول نعم أن الشعب العراقي ما زال مقتنع أن العملية السياسية يجب أن تتغير وأن تزاح هذا الوجوه وما المقاطعة إلا أحد الوجوه الوطنية أو الآليات الوطنية لرفض العملية السياسية واعتقد أن الشعب باقي على قناعته وقد مترجم قناعته لاحقاً بسلوكيات أخرى وطنية ثورية تعبر عن الرفض وتسعى للتهيير طيب هنا أيضاً هذه المقاطعة الشعبية الواسعة إلى ما تؤشر على المزاج العام المحلي وهل ممكن أن تكون لها تأثيرات على المستوى الأقليمي أو الدولي مقاطعة الشعب بالتأكيد تؤكد حقيقة أن الشعب اقتنع بغورة التهيير واقتنع أن سبب دمار العراق هي هذه الثلة التي تسلطت على الشؤون العراق منذ 2003 لحد الآن وحتى الذي يأتي بصورة جديدة أو شخص جديد هو أكيد ضمن الآلية الخاطئة أو الجماعات أو الخنادق أو رموز الفساد ولعلنا نبني تابع على أحد الفاسدين تقدم تابع عليه كذلك للآخر القانون تابع لمن دمر العراق إذن العراق اقتنع أنها رفض دلالة على القناعة بغورة التهيير ثم هذه المقاطعة ستعطي درساً للعالم أجمع إلى أن العراق رافض وثابت على ثوابته وبالتالي المشروعية سقطت عن هذه الحكومة المحلية أو الحكومة الرئيسية أو البرلمان وبالتالي يعزز الموقف الشعبي العام الرافض بوجود هذه العملية السياسية وإذا ما امتطى الشعب سلوك آخر القوة مثلاً لتغيير السلطان يكون قد اتخذ السبل الطبيعية السلمية لكل تغيير ثم انتقل بغروف معينة للحالة الأخرى إذن ستعطي مشروعية واشرعية لأي عمل قادم وتسقط المشروعية عن الحكومة المحلية وحكومة بغداد عند المجتمع الدولي وعند الأمم المتحدة وسوها هنا أيضاً هذه المقاطعة الشبابية الواسعة التي تصادفت مع مقاطعة التيار الصدري وأنصارة في هذه الانتخابات هل ممكن أن يتفجر الوضع بعدها وتعود ربما تظاهرات بشكل أكبر من تشرين؟ ليس بعيداً ومتوقع رغم أن حقيقة يجب أن نذكرها دائماً وهو أن أولاً نحن نرحب بمن يقاطع أي كان سواء ممن اشترك بالعملية السياسية وانتبه ثم خرج لي يكون يقاطع لا بس ولكن الشاب العراقي الواعي الذي يمثلت تخييده ولا قدمه في العملية السياسية هو من بدأ بالمقاطعة وبدأ بالموقف السلبي حيال العملية السياسية ومن يتحق به كصدريين أو سواءهم برك الله بهم واعتقد أن هذا القناع عبارة عن تأكيد لصواب رؤية الشعب العراقي والشعب العراقي وشباب الواعي إلى ظروف التغيير فارتحق الصدريون بالشعب العراقي وهذه حالة إيجابية لا يمكن أن ننكرها رغم أن نقاطع مثبت حقيقة حالي الماضي ولكن نقول إيجابية لأننا نكمل بعضنا كعراقيين لأجل نزيح العملية السياسية ونبعد أهم أسباب دمار العراق وهي عملية سياسية وقواها الفاسدة بشخصها بآلاتها بتشفيعاتها هناك رأي يقول أنه يعني انتخابات مجالس المحافظات ما هي إلا وسيلة للأحزاب وميليشياتها الموالية لإيران من أجل تعزيز حضورها ومن ثم تزيد مواردها على حساب خدمة المواطن وتحت شعارات البناء الأعمار التجديد وغيرها بالتأكيد ودلع ذلك الآن هم بدأوا يتبادل التهاني من يتبادل التهاني يتبادل التهاني هم رموز الفساد ذاتهم قادة الميليشيات المسلحة ذاتهم الأحزاب المتخمضقة المذهبية السنية الطائفية ذاتها وبالتالي هذا يأكد أن مجالس المحافظات هي عبارة عن المجاري التي ستسلك وتستسلك طريقها الفاسدين ليشتروا ذاتهم عبر المجاري نتينة التي قد يؤسسونها في المحافظات وإن جاءت تحت اسم نبني طورا نعمر السؤال الأكبر إذا تبني أنت اليوم من هدم العراق 20 عام أنت الذي هدمت العراق والدعاءك بالبناء هو عبارة عن ضر رضامات في العيون أو ضحك على الذقون إذن الشعب وعى لهذه الحقيقة حقيقة والذي انتصر أو في حساباتنا نحن هو الشعب الذي قاطع أما الذي يبني نفسه بالسيء من الأيام القادمة بمال الصحب والوجاه الزائف هو انحدر كثيرا في وحل الهزيمة في وحل العملية السياسية الطائفية وبالتالي سيعيد السياسيين الفاسدين ويسهد لهم العودة وبالتالي يكون قد انضم إلى أعداء الشعب إلى أعداء العراق نعم من بغداد أستاذ العلوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة ترجمة نانسي قنقر